اشتركوا في القناة 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 نحب سودك الساعة كان بزاف ديال الانواع هنا أبغيت غير الله يخليك خسنا نحاولوا نبتعدوا من واحد الفكرة اللي هي باش الطفل ديال يحس بسلوك دياله بأنه خاطئ خسنين نهينه نسبوه نضربوه باش يعقل عليها هدي عنا احنا في تقافة ديالنا ديال باش يعقل علي الخاطئ دياله خسو يتربع ليها بواحد تربية جسدية ولا حربانية ولا وهناك تكون جين نيلسون تقول في الكتوب ديال هذه التربية الإيجابية من أين أتت الفكرة المجنونة التي تقول حتى يتصرف الطفل بشكل جيد يجب أولا أن ينخفض تقديره لداته نحن تقوله في تربية إيجابية أن أفضل 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 حتى صحب كبار مستحس براسك مزيان عد كتاعتك تكتر إنما من هذه الفكرة بالصح منها فهمتها وستوعبتها كان واحد الإحساس مختلف مختلف على تكشيري كنات نفكر عليها قبل واخا سنذهب للتساؤل في موضوعنا دائما حول العقوبة في التربية الإيجابية كان سؤال من عن سعاد أم إلياس من ناظر لدينا ولد عنده 14 سنة وبنت عنده 9 سنين بابا قبيح مع الولد بزاف ما يدربوش ولكن يتعامل معه بحل شراج الكبير باش يتحمل مسؤولية تيقول لي هكذا تربينا من اللي كنا سعر وانتا يبقى في يا ولدي خصوصا إلى عاقبه كان رجع لي ذاك شي اللي تعاقب عليه من عند بابا بتخبلها واش كان خرج عليه بهذا التصرف دي اللي جاوبون دبال الأم راديش على هدك تصرف هم تسمى هدك تصرف هم تسمى هدك تصرف رات تربية دي لالولد باشي دي لالبنت لالولد خصوصين ردو راجل مزيان تردو راجل ولكن شنية الطريقة لك تردو بها راجل مزيان هاد الفكرة اللي حتيتي ترجع الطفل دي لالك مسؤول وقاد على المسؤولية هنا باش نجاوب على السيدان طفل ديالو اللي يغبير ديالو مواليده يعني متى يشوف الاختلاف اللغة بين باباهم هنا تلقى فيني دخول بيناتهم أنا ما تنصحش لأباء باش إلا مشا تتصرف لأب واحد طريقة ولا لأم واحد طريقة نخالفو ذاك الأمر أمام الطفل يعني حتى وإلى الأم عرفت بأن العقوبة مموالمش ولا ظلمه ولا ما عندها علاقة مع الخطأ يعني هو اخطأ في واحد الشكل وهو اعطاه عقوبة في شكل آخر واختشوف هاد شي ما خسهاش تمشي مع الطفل تصحح هاد النسائل اللي خطأ فيها الأب ولكن تاجه الأب تلقى واحد الوقت اللي الأب فيه يكون مرتاح وتعرف هي شنو شنو اللي غادي تقول الأب وتقول له بالتي هي أحسن أجي نتفقوا على كيفاش يمكننا نصلحوا هاد الغلط في الطفل وكيفاش يمكننا يعني نرجعوا أو ما نرجعوش المهم نتفقوا المهم نتفقوا يعني الأب والأم خصوم يكونوا متفقين على هاد المسألة ولكن باش الأب ياخذ واحد القرار وللأم تاخذ واحد القرار ويجي الطرف الآخر ويعطيه للطفل هاد شي مسلا نسحوش بهم وتبارك الله الوليدات يخدموا الدكاء ديالهم وتقول لي عارف أنه كين واحد المجال ليدخل الأم يمكن طفل يشكي على الأم حيث الأم فيها بثافة الحنان ويقول لها وشوف شنو داللي بابا وشو شنو هادي وشنو هادي غتقدر تقولوا وخا والدي أنا سمعت لك ودبا من يجي باباك نتكلم معاه ونعود نجي نهتر معك دائما خصنا نخلي وهاد أب ولا أم خلي هاد المسألة دي من يجي باباك نتكلم معاه فهد الموضوع ونعودونا نرجعو لك يعني من نخدش وحد القرار اللي كي خالف الأمر اللي اللي خدال أب ولا لهم ولما ندخلش معا فاتي دي لتخبية أنا رعطيتك هادي وخابا باك حربك منها ولكن هي على بيناتنا لا هاتي كل شيء هاتي كل شيء غدي رجع عليها غير رجع عليها هي من الأحسن حيث نهار هي غتقرر باش بتايا ما تعطيش ندك شيء لتتعاقب عليها غدي نعود نقعو في مشاكل وحد آخر شكرا لك بزاف الكوتش أسماء مقاني على هاد المعلومات اللي قدمتنا اليوم في العقوبة في التربية الإيجابية غدي نكمل الجزء الثاني في موضوعنا حول العقوبة وغدي نترقل في الحلقة المقبلة العواقب وكذلك كشنو هما البدائل ديال العقوبة في التربية الإيجابية في التربية